نروح لموضوع من الموضوعات يعني لأصبحت حديث والشغل الشاغل للمواطن المصري حتى المواطن المصري البسيط الدولار اللي حصل سعر الدولار انخفض قدام الجنيه المصري بعد ارتفاعه فيه الفترة اللي فاتت على عكس كل التوقعات يمكن اللي كانت بتردد أثناء فترة العيد تحديدا بعد اجتماع البنك الفيدرالي ويمكن كان الانخفاض ده تسبب فيه توقف قليل كده في حركة الاستثمار وبعض الدول اعلنت عن تقديم حزم الحزم دي هي حزم مالية واستثمارية لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة الازمة الروسية الاوكرانية ويعني بالاضافة لعدد من يعني الاجراءات الاقتصادية الجديدة اللي ربما ستشهدها البورصة والاقتصاد المصري ايضا في الفترة القريبة القادمة باذن الله تعالى طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده تحديدا من الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي اللي مشرفنا عبر الهاتف صباح الخير يا دكتور اهلا بيك يا دكتور يعني دكتور في البداية يمكن زي ما انا ما قلت اصبح المواطن المصري البسيط خبير اقتصادي الكل النهاردة بيتحدث في سعر الدولار ارتفاع الانخفاض السبب في الانخفاض النهاردة على عكس التوقعات يعني اللي كانت سائدة في الشارع المصري انخفاض الدولار امام الجنيه المصري وهل رفع الفايدة هو سبب في مواجهة ارتفاع التضخم اه خاني نقول بس اهتمام المواطن ده طبيعي جدا لانه تأثر التكريف المرتفعة لكافة اه المنتجات خس بالحراك لان النهاردة بنتكلم على ارتفاعات واسعار المدى تالية نعم فقط لفتاتة منذ دلال ازمة في روسيا الاوكريمان وقبلها كان ازمة الضخم العالمية وازمة ثلاثة في الانبيس فشيء طريقي المواطن يهتم من النهاردة نتيجة ارتفاع الاسعار وكل ما يستغل لك دي عشان موضوع الدولار تمام؟ فبقى كل حد كل حد بيكلم من هضك عشان موضوع الدولار سيارة الدولار اكل واسعار كلها مش نتيجة انه هض عندك معظم التكريف الانتاج ان انت مرتبط بها اه اه مرتبطة بتغيب سعر الصرف وعامل اخر تكريف الاستيرادة كل فترة لفتاتة الزالب تتيجة برضي ارتفاع الاسعار عالميا مش عليك بس على كل الدول العالم وكل الدول العالم تشتك من ارتفاع الاسعار وفي دول وصل فيها تضخم لأكتر من 20 متراجين في المياه نرجع تاني الموضوع الدولار وانخفاض سعره مفيش سبب جوهري في التكريف الحركة هو كل الموضوع هدوء نسبي وترقب ترقب ليه فهمت ترقب لسير الاحداث مفيش حد يقدر يقولك على توقعات الدنيا راحة فيه كل يوم عندنا تغير كل اسبوع عندنا تغير نحن متبطين بما يحدث العالم صحيح هذا الهدوء النسبي والترقب طبيعي جدا لدولة اعلنت الفترة اللي فاتت عن هزمة من الانجراءات سوف تكون باعلنها ان شاء الله تريبا بكرة الحد ان شاء الله يكون في مؤتمر صحفي اعلان للأعلان عن ذلك عشان يعلن عن خطة الدولة للتعامل مع الانجراء ويمكن دي كانت احدى توجهات السيدة الرئيس عبدالفتاح سيسي في افطار الأسرة المصرية اعلان عن الخطة الخاصة بالدولة في هذا المصار تحديدا وكلف كافة الجهات الحكومية والمؤسسات من القطاع الخاصة والأحزاب المصرية لدل وبدلوها فقر يعني يتدلي بدلوها في هذا المجال وكل واحد يقدم مقترحة فالشيء طبيعي كله بيترقب وفيه هدوء نسبي والطبيعي ان احنا كلنا نهدى عشان نعرف نتعامل مع الازمة الهدوء في حد ذاته مهم جدا لان التوتر والتبقى بوشي انك على طول متوتر وتجري وهذا الحاجة والتهمنة كله ده بيأثر على استقرار السيد بكل منتجاتك سواء سهل صرف او منتجات فهذا الهدوء النسبي والطلاقه بطريعي طب يا فانتب احنا فيه ناس دلوقتي في الشارع ومع ان الاقتصاديات في العالم كله غير معروف هي رايحة فيهن احنا محدش عارف محدش قادر يقول بالضبط لكن الناس لسه في الشارع لغاية النهاردة بتقعد تقول او بتطلق على نفسه بخبراء اقتصادين بيقعدوا يقولوا الدولار هي اصل ل25 الناس بالدرجة بتهري يعني معنا كل واحد يدرك دلوق ومش عارف مع ذو الحكسيات يعني خلينا نقول هل ارتفاع سعر الفايدة هو السبب في ان مفيش او اداء الجنيه في تحسن؟ خرّنو ب كلينا خلينا خلينا نحرك ودك يوني خلينا قد رفعها تسعر الفايدة اا على الجنيه الماصري تك BERTA الى الحرك عشان تسحب السيوء من السوق عشان تقليد الطلب على الدولارة تتخذ تبال حرك бли كل هذا ليت givenment استخدمات البلوك المركزية عشان تطبط السوق تطبط السوق من كذا من كذا نحيه لو في اتجاه عند الافرد مموحي واشتريوا دولار وان لا ما عنده في ودا يشيروا عشتروا دولار read it من ناحيا فتحرك من ناحية تانية عشان اضبط اصعار تدخل بسوق من ناحية تانية فالنواية دي يقولها دوات تستخدمها لبلوك المركزية سواء في مصر او جار يسموها با ديفولت الاسريب التقليدية عشان نتعمل مع الازم في اثريب اخرى او في اثريب اخرى بس في حد اسمها لازم يستخدم تسموها انبوكس في حد اسم دول الاول خدتب الاحرك ده اللي با ديفولت بيحصل مش حد هيخرج عن هذه الاسريب التقليدية في استخدامها في وقت الازم منت جنبها حزم اخرى تستخدمها الدول نتيجة ايه بتاعت تشوف الموقف ايه وتحلل الموقف وفي الاسباب وفين وكلام ده زي ما انه هاده فيه اسياسات على الادل القصير تستخدمت على المدى المتواصل تستخدمت على المدى الطويل على المدى الطويل المتواصل تحتاج تأميني حاجة اسمها هكذا حركة تحاوي تزاودي نسبة الاكتفاء الزادي من السلعة السردية من الخارج تزاوديها بقول لي حركة بيش حد بيقدت يعتمد مية في المية على الانتاج المحن تعشفنا من هذا الرئيس برضو في الفترة اللي فاتت استجاب لقطاع الصناعة والمتجين باستثناء السلع المدخلات الانتاج والسلع الوسيطة من تعليمات او اجراءات الاعتمادات المساعدة مصدوب عشان تشجع الانتاج انا بشجع قطاع الخاص نفهم من كلام حضرتك دكتور ابراهيم ان الفكرة او ما حدث في الاقتصاد المصري الداخلي تحديدا من انخفاض لسعر الدولار امام الجنية والسبب في حزمة الاجراءات الاقتصادية اللي عكفت عليها الدولة في الفترة السابقة لمواجهة هذه الازمة بالاضافة كمان يعني للاعلان عن المؤتمر العالمي ليعني وضع الامور في نصبها او في مصرها الصحيح واطلاع كافة اطياف لون المجتمع المصري بما يتم من اجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخبير الاقتصادي دكتور ابراهيم مصطفى بنوشكو حيك فنم على وجودك معنا في صباح الخير